ترأى ساسمو الشيخ منصور بن زايدان هيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار بمقر قصر الوطن في أبوظبي واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة لعام 2021 وناقشت عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وعدد من كبار المسؤولين